نحن هنا في مصر بصدد اختيار مدير فني جديد للمنتخب الأول هناك معايير تخص كل دولة في اختيار المدرب وهناك معايير عامة وأساسية إيه هي المعايير العامة والأساسية اللي على أساسها بيتم اختيار مدير فني للمنتخب الأول المعايير بسيط المعايير الأساسي لفريق الوطني هو أن يفوز بالمباريات ويتأهل هذا بسيط لكي تفعل ذلك وطبقا للموقف والتحليلات التي أجريتها قبل اختياره أنك تعرف وأن تختار اللاعبين وما إذا كنا عليك أن تطور جيل جديد اللاعبين الكبار سيعتزلون اللاعبين الصغار يتطورون تبدأ هذا التحليل أولا ثم تحلل عدد من المديرين الفنيين المرشحين وتعرف إذا كان ستطابق مع فلسفتك أم لا لأن الفريق الوطني الأول لا بد أن يفوز بالمباريات هذه هي الخبرة التي اكتسبتها في دول مختلفة أن الفريق الوطني الأول لا بد أن يكسب المباريات ولا بد أن يكون هذا المدير الفني ذو خبرة كبيرة ولديه خبرة كمدير فني ويطور بشكل كبير وأن تكون له نتائج جيدة جدا وهناك أسماء كبيرة في مجال كرة القدم وأن يكون لديه القدرة على العمل مع المديرين الفنيين الوطنيين الموجودين من أجل تطوير كرة القدم وأن يستطيع هذا المدير الفني أن يجد المواهب المختلفة التي يستطيع أن يضمها للفريق الوطني لا بد أن يكون هذا المدير الفني رجل ذو رؤية ويستطيع أن يعمل مع كل نوعيات اللاعبين وأن يفهم ثقافة كرة القدم الموجودة لديكم وأن يلعب كرة القدم بالطريقة التي تحبونها أما الهدف الأساسي هو أن يفوز هذا المدير الفني بالمباريات أنتم ستحتاجون لثلاثة أو أربعة أعوام قبل أن يكون هناك فريق صغير السن مكون من لعبين من 21 سنة حتى 23 سنة يستطيع هذا الفريق أن يتواجد على الساحة لفترة طويلة إذن المعيار الأساسي يتعلق بأهدافكم وما تريدون أن تحققوه خلال عامين أو ثلاثة إذا لم نتأهل بفارق هدف فهذا يعتمد على الحظ ولكنك ستستمر بنفس المدير الفني وبنفس الأسلوب إذا كنتم لم تستطيعوا الفوز المبارة واحدة فقط على الأقل إذن فهناك مشكلة في المدير الفني بل عليكم أن تغيروا المنظومة بالكامل إذن كل ما يتعلق بأهداف الكرة القدم المصرية لابد أن يتم تحديدها أولا قبل اختيار المدير الفني ترجمة نانسي قنقر